صباح الخير على كل سيدة المشاهدين النهاردة 14-11-2015 عندنا العديد من الفقرات النهاردة ولكن قبل أن نبدأ نعمل عرض سريع لفقراتنا وصبح على زميلي أحب طبعاً ناني الحادث المؤسف الذي حدث بالأمس من ضحايا الحادث الإرهابي في فرنسا صباح الخير يا عشر صباح الخير يا ريم صباح الخير على كل سيدة المشاهدين وأنا الحقيقة بحاية ريم من بدأت طبعاً أكيد بنبدأ بخبار سعيدة وبنبدأ بابتسامة ولكن زي ما قال سيد رئيس الإرهاب ملوش وطن في أي حدث ولكن بنانع دائماً شهداء في كل مكان بنانع حالات الوفيات بنانع عمليات التفجيرية التي تحصل الغادرة شيء مؤثر الحقيقة ولكن زي ما قلنا الإرهاب ملوش وطن زي ما قالت ريم عندنا فقرات النهاردة كتير وفقرات الحقيقة مهمة جداً جداً خلينا نستعرض فقراتنا وعندنا الحقيقة حملة انتخبوا الستات الستات كان لهم دور مؤثر جداً في الانتخابات ولهم دور مؤثر في الحياة السياسية ولكن خدوا حقهم ولا لا وصلوا اللي هم بيطمحوا فيه ولا ده اللي نعرفه النهاردة مع دكتور عزة كامل مدير مركز وسائل اتصال أكيد ومؤسس حملة انتخبوا الستات موضوع مهم جداً هو الحقيقة أننا كان لنا دور كبير جداً في الانتخابات ولكن حتى الآن ملناش دور في الحياة السياسية أنا بس حبيت أصلح لك يعني هارين بتعترف تقول ان الستاتات ملناش دور في الحياة السياسية حتى هذه اللحظة ممكن نقول لهم دور بس ما وصلوش لهم بيحلموا بيه لا مدام نسل الغاية دورتي بيتخصص لنا كوتا يبقى الست ما عرفتش توصل للناخبين في الدوائر بتاعتها ما عرفتش تقنع الناخبين بالبرامج قدراتها أو برنامج الانتخابي أو حتى فكرة المواطن ما عرفتش يعني في بعض الدوائر بيكسر فيها ستات ولكن ما عرفتش أن أغلب المواطنين المصريين أجهزين لفكرة تقبل أن ست هي اللي تبقى بسكة الزباب ده مهم جداً ده مهم جداً في موضوع مؤتمر التأجير التمويلي قليل الدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة يمكن في كل حتة في العالم يؤشرف في حاجة اسمها سمول بيزنسز في مصر يمكن بدأ الموضوع ده يبقى موجود تاني لو فكرة أنه حتى عنده فكرة فكرة مشروع يروح للبنك فيعمل تمويل للمشروعات الصغيرة ده المشروعات الصغيرة كمان دلوقتي ببعض الدول بتنعش الاقتصاد بتاع هذه الدولة يعني مؤثر جداً عشان كده سأقول النهاردة بجد فعلاً موضوعات مهمة جداً جداً من النهاردة طيب خلينا نروح كمان للملفات المطروحة أمام مجلس شعب الفترة القادمة عن أي حد من أي دائرة يعني وبنتكلم بالتحديد النهاردة عن دائرة الصف بجيزة والأستاذ علي عبد عضو مجلس النواب عن دائرة الصف بمحافظة جيزة يكون ضفنة النهاردة وبالتأكيد هنتكلم على الملفات المطروحة والهمة في فترة قادمة المشاكل اللي بتواجه الدائرة بتاعته وبالتالي ده بيبقى مثال لكل الدوائر اللي موجودة على مستوى المحافظات ولكن فعلاً الموضوع مهم أيضاً وهنتكلم على مجلس الشعب القادم وما ده هنوز فيه كمان فقرة مع أستاذ عيمان موسى وهو مصور صحفي وانتم تعودين أن كل يوم سابطة بي عندنا فقرة فوتغرافية هنصارت فيها العديد من الصور خارجينا صحفة دايت ميشي دا كان هارد سريع لكل فقراتنا النهاردة هنخرج لفاصل ونرجع لكم مع أشرف وفقرة أل صحفة ومع الكاتب أل صحفي أستاذ أحمد ألدري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر